ما زالت محاولات تقسيم مؤسسات الدولة مستمرة فها هو عدد من مستخدمي شركة لبريغا لتسويق النفط بالمنطقة الشرقية وتحديدا بمستودع رأس المنغار يعلنون تأهيدهم لقرار حكومة اثني تشكيل مجلس إدارة لشركة لبريغا موازن للإدارة المكلفة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط بترابلس متحججين في ذلك بإيقاف تزويد الوقود إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات حفتر نؤيد وبقوة قرار إعادة تشكيل لجنة الإدارة الصادر من المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة مؤقتة المنبثقة من البرلمان الذي هو يمثل الشرعية الوحيدة للبلاد ونؤكد أننا لسنا دعاة تقسيم وبدليل تزويدنا للمناطق التي ذكرناها آنفا والتي تخلت عليها إدارة المنطقة الغربية بيان مستخدمي شركة لبريغا ببني غازي تزامن مع بيان أعلنه سفراء الدول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والإمارات أكدوا فيهم دعمهم الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط في ترابلس معتبرين إياها المؤسسة الوحيدة المستقلة والشرعية والمحايدة في البلاد داعين في الآن ذاته إلى توحيد المؤسسات الاقتصادية الوطنية بدلا من تقسيمها من جهته ندد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بالمحاولات الرامية إلى تقسيم شركة لبريغا واصفا الأنباء المتداولة بشأن عدم كفاية إمدادات الوقود إلى المنطقة الشرقية بالباطلة والمغلوطة رافضا في الآن ذاته تعيين حكومة اثني مجلس إدارة موازية لشركة لبريغا مشددا على أن وحدة المؤسسة والشركات التابعة لها وشرعيتها الحصرية منصوص عليهما في القانون الليبي وتحميهما قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من ناحية أخرى نفت إدارة شركة لبريغا بترابلس المزاعم التي أشرت إلى نقص إمدادات الوقود إلى المناطق الوسطى والشرقية مؤكدة إلى أنها زودت المنطقة الشرقية منذ بداية العام الجاري بنحو 48 مليون وسبعة وتسعين ألفا واربعمائة وستة وستين لترا من وقود الطائرات محاولات تقسيم المؤسسة النفطية قد يكون إجراءا لتمويل العدوان على العاصمة الذي قالت وكالت رويترز إنه بحاجة لنظام مليء موازن لا سيما وأن حملات حفتر العسكرية استندت إلى مزيج من سندات غير رسمية وأموال نقدية مطبوعة في روسيا وودائعة من بنوك في الشرق راكمت بذلك ديونا قاربت 35 مليار دينار ليبي